كم مجلة لدينا في العراق معتمدة عند إسكوباس؟ 18 كم واحدة من الجامعة البغداد؟ 6 ما هي؟ ثلاثين لكم؟ ثلاثين لكم؟ ثلاثين لبقية؟ بقية للجامعات وقسم منها للنقابات جيد الستة اللي في جامعة البغداد منو منو؟ دعني نأتي لها مجلة كلية العلوم بنات مجلة كلية العلوم مجلة كلية الزراعة مجلة كلية الصيدلة مجلة مدحف التاريخ الطبيعي اللي هو هذه مدحف التاريخ الطبيعي لجامعة البغداد وأخيراً دخلت مجلة طب الكندي طب الكندي جيد 6 فأحنا عدنا 6 مجلات احنا بجامعة بغداد عدنا نصدر 36 مجلة علمية محكمة 6 منهن؟ 6 منهن راحت لسكوباس بقانا 30 وحدة الطموح شنو؟ كلها؟ لا احنا الطموح كلها ان شاء الله؟ احنا تسألنا راضين على الستة؟ لا احنا مراضين على الستة هو اقول يعني 6 من 36 ما ادري احنا برغم هي العملية صعبة ومسهلة انت مجرد اصدار احنا سألنا ضمنها هل اقول لك صارنا سنة احنا ضامنين انه الاعداد لكل المجلات تصدر بشكل منتظم وبعدد بحوث ثابت في كل عدد شهرية نصف شهرية سنوية نصف سنوية تختلف من وحدة الوحدة مثلا؟ يعني اكو عندنا تصدر كل اربع يعني مثل مجلة العراقية الهندسة الكيمياء والنفط تصدر اربع عدد بالسنة كل ثلاث شهر تصدر تصدر باليوم هذا التاريخ مثبت على اسكوباس؟ انتظام الصدور واحد من الشروط واحد من الشروط لدخول المستوعب واحد من الشروط البقاء دعونا نكون واقعيين بالطموح. نحن لدينا ثلاث مجلات مخططين مع نهاية هذا العام ندخلها الاسكوبوس. جيد. اللي هي. لو لم تنكشف. لا لا نقول. مجلة الهندسة الهندسة الخوارزمية. جيد. مجلة كلية الطب بالأسنان. نعم. والمجلة العراقية لهندسة الكيميائية والنفط. نحن نجي الموضوع عن النفط. لو عندك شيء تريد ضيفة به الخصوص. خطواتكم متقدمة بها لو بعد. خطواتنا متقدمة. لا لا خطواتنا متقدمة. نحن لدينا بشكل يومي تحليلات. حتى نقطع الموضوع حتى نجعل نكمل. نعم. لأن سألتني. نحن لن أخذ الصور. نحن نأخذ التحليلات. نجي هذه التحليلات يوميا نحللها. وبناء على هذا يكون لدينا توجيه. يعني مثلا. لكن نحن لن نحلل هذه الأشياء. نحن نأخذ هذه. نوزعها لكل كليا. كم باحث عنها؟ بهذا الشهر. نتفصل باعتبار. نتفصل. لكنهم لا يفصل. لا يدخلون بهذه التفصيلة. هم يفصلون على الإختصاصات. لا يفصل لنا على الكليات والأقسام. نحن نقسم على الكليات وعلى الأقسام. وبناء على هذا سنعرف أداة كل قسم عندنا في موضوع البحث العلمي. كل قسم أداة. طعود ونزول. ماذا نحتاجه؟ على المدى نمشي بعض الموضوع. فهنا سنفعل التقييم. وبعدين يوجد توجيه بالموضوع. فنحن بالأخير صحة إلى القناة التي تطلع. لكن عندما نحدد أن هناك نقطة ضعف. نحاول أن نعالجها ببكرة. لأن في ضمان الجودة. طبعاً ويهيش منصات عالمية. الخطأ مكلف جداً. طبعاً لا نريد أن نتراجع. لكن كجامعة بغداد لدينا فرق شبير عن الجامعة الثانية محلياً. الجامعة الثانية محلياً يمكن تقريباً تستيحت على البحث. مين يا جامعة؟ بصرة موصل. لا أعتقد لو تكنولوجيا المستنصرية. جيد.